حياكم الله ويارب تكونون بأحسن حال ممكن يكون هذا واحد من أغرب الأخبار التي مرت علي اليوم والخبر مختصره هو أن شركة توصيل الطعام Just Eat أعلنت أن 145 دراجة هوائية كهربائية قد سرقت من شوارع كوبنهاجن طبعا هنا أود أن ننوه أن الصورة لشركة فولت وليست Just Eat وقمت بالتقاط هذه الصورة أثناء تجوال سابق لي في مدينة أغوث والأغرب أن سائقي هذه الدراجات أو موصلوا طلبات الطعام يتم إيقافهم في وسط الشارع من قبل مجموعة من الشباب تتراوح عمارهم بين الرابعة عشر والعشرين من العمر وتحديدا في منطقتين الاستبغو وفخالكس باعه والطريقة تتم أنه أربعة أو خمس شبان يوقفوا موصل الطلبات الراكب على دراجته ويقولون له أن بما معناه أن دراجتك جميلة هل تسمح لنا بمشاهدتها أو تجربتها؟ وهنا يقوم موصل الطلبات بالاستجابة لطلبهم ولا أدري هل هو الخوف من يجبره على ذلك أم الطيبة الزاعدة وليس هكذا تتم عملية السرقة فقط لكن يتم سرق هذه الدراجات أثناء ترك موصل الطعام لها والصعود لأحد البنايات لتوصيل طلبية الطعام لأحد الزبعين هذه المية وخمسة واربعين دراجة هوائية سعرها غال جدا وتبلغ قيمتها المجتمع الأربعة فاصلة ثمانية مليون كرون يعني خمسة مليون كرون إلا ندفه لذلك ولجدية الموضوع طلبت الشركة شركة جاست إيت المساعدة من الشرطة لأنه كما يبدو فإن عمليات السرقة هذه منظمة ويقف فرائها مخططين أو مخططون وكذلك أصبح أغلب موصل الطعام يشعرون بعدم الأمان وهم يقودون دراجاتهم الثمينة في شوارع العاصمة الشرطة وعدت بأن تكثف من جهودها والنظر بجدية لمثل هذه حوادث السرقة المريبة والمثيرة للتساؤلات هذه الأخبار السريعة واليوميات يمكنك متابعة المزيد منها على حساب الإنستغرام والموجود رابطه ضمن التعليقات نلتقي على الخير حياكم الله